أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين حديثنا عن السيدة حفصة بنت عمر رضي الله حفصة رضي الله عنها هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ولدت رضي الله عنها في مكة المكرمة في أثناء ما كانت قريش بتبني الكعبة كان مولدها ذلك قبل بأثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين يعني النبي أكبر منها كم سنة؟ خمسة وثلاثين سنة في السنة الثامنة عشر قبل الهجرة وأمها هي زينب بنت مضعون زينب بنت مضعون هي أخت عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه هو ما عندوش سيرة كثيرة لأنه مات في بداية الدعوة أسلام وتوفي وهي من السابقين إلى الإسلام في مكة أخوها عبد الله بن عمر بن الخطاب كان بيصغرها بحوالي ست سنوات وكان من إخوانها عبد الرحمن الأكبر وهم جميعا أبناء زينب بنت مضعون هل تزوجت أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم تزوجت حفصة رجل اسمه خونيس ابن حذافة بن قيس السهمي بقيت معه حتى مات عنها بعد هجرتهما إلى المدينة وكان ذلك عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر وهو الزوج الأول له وكان الرجل الوحيد من قبيلة بن سه اللي حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر أصيب فيها ومات على أثر هذه الإصابة يعني من شهداء بدر رضي الله تعالى عنه فلما تأيمت ليس لها زوج بدأ سيدنا عمر بن الخطاب يبحث لها عن زوج تعلمه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقابل سيدنا عثمان بن عفان وعرض عليه أن يزوجه حفصة فقال لا حاجة لي في الزواج لا حاجة لي في الزواج يقول عمر فوجدت عليه حزنت منه اديئت منه في اليوم الثاني قابل أبو بكر الصديق وعرض ابنته حفصة عليه قال فلم يجبني لم يرد عليه قال فكان حزني من أبي بكر أعظم من حزني من من؟ من عثمان في رواية غير الصحيح أن عثمان سيدنا عمر رح يشتكي عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عسى الله أن يبدل حفصة بزوج خير من عثمان وأن يبدل عثمان بزوج خير من حفصة طبعا عثمان تزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة في اليوم الثالث تقدم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر إلى عمر وقال لك وجدت في صدرك شيئا يعني أنت حزنت مني لأنني لم أرد عليك قال نعم قال والله لقد علمت أن رسول الله يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلمني في الموضوع ده وما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر لو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجتها كنت أنا اتزوجتها كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها في السنة الثالثة من الهجرة وأعطاها المهر بتاعها الصداق ربعمائة درهم ربعمائة درهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرم السيدة حفصة يعني كراما بالغا وكان عادلا بين زوجاته حتى أنه إذا أراد الخروج في غزوة أو في سفر كان يجري بين زوجاته قرأة والتي تقع عليها القرأة تخرج معه في الغزوة في إحدى الغزوات خرج ساهم حفصة بنت عمر في القرأة فخرجت معه وكانت في خيمتها أثناء المعركة حتى إذا انتهت المعركة ماذا فعلت؟ أمد بالدعم اللوجستي ذهبت لتسقي العدشة وتداول جرحة وتخفف من به ألم من المصابين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أعطاها ثمانين وسقا من القمح إكراما لها يعني كأنه فرض لها شيئا من الغنائم إكراما لها واعترافا بفضلها عاشت السيدة حفصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة سعيدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحب وكما تتمنى يعني بالجملة بناء بناء البيوت الزواج أمر سهل لكن المحافظة على البيوت بيستلزم أمر مهم جدا امرأة صابرة امرأة صابرة ورجل عاقل امرأة صابرة ورجل عاقل البيوت فيها من الأسرار الكثيرة جدا حدثت حوادث كثيرة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها رضي الله تعالى عنها كانت مثالا يحتذى في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت دائما تسعى إلى ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير سيدة حفصة كانت معروفة أنها كانت تحب أن تفهم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث أو يقرأ الآية هي تريد أن تفهم هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قال إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شاهد بدرا والحديبية فقالت أليس الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها والورود يعني الوصول إلى النار يعني فأجابها ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثية الإمام النوى بيقول هنا هذا دليل على المناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد وهو مقصود حفصة لأنها أرادت رد مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لا لم ترد ذلك إنما أرادت أن تسترشد أن تفهم لماذا يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول هذه أي عايزة تفهمها خلال هذه السنين عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل حياة أفضل حياة بتنقل لنا خصال النبي صلى الله عليه وسلم ما تتعلق من أخلاق وصفات وآداب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمته من منطقه من ألفاظه من أحوال عبادته مثلا على سبيل المثال نجدها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس من كل جمعة أو من كل أسبوع من كل أسبوع هذه أمرين؟ الأمر الأولين الحمد لله بقى يومين على رمضان نسأل الله العظيم أن يتقبلوا منا وأن يطيل أعمارنا في طاعة الله سبحانه وتعالى ويختم لنا هذه الحياة بعد حسن عمل إن شاء الله وإيمان ويمر علينا رمضان أياما عديدة وأزمنة مديدة ويعنى على طاعته والصوم لكن بعد رمضان مهم جدا إن احنا كمان نصوم الستة أيام اللي في شوال وهذي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال متصلين أو متفرقين عدى يوم العيد بس ما تصموش كأنه صامت دهر كله واللي يقدر يصوم الاثنين والخميس يبقى ذلك أفضل ذلك أفضل بكثير جدا كمان الدعاء الذي كان يحافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الواحد لما يجي ينام يتذكر النوم الكبرى النوم الكبرى الموت يقول ربقيني عذابك يوم تبعث عبادك شاهد لها جبريل بصلاحها وتقواه حصل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أن طلقها طلقها تطليقه فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل من السماء وقال قل لمحمد صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها خلي رجعها تني زوجها ليه؟ انظروا صفتها امرأة عابدة امرأة صالحة المرأة الصالحة كنز من الكنوز تاج فوق الرؤوس المرأة الصالحة المرأة التي تخشى ربها وتحفظ زوجها وتحفظ نفسها امرأة كنز من الكنوز هذه امرأة مالكة في ذلك الزمان في ذلك الزمان في زماننا ذا شوف السيدة حفصة ربنا سبحانه وتعالى يرسل جبريل من عليائه من فوق سبع سماوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مره فليراجعها من اللي اتدخل في حل مشكلتها ربنا طب الأسباب ايه ما هي الأسباب التي جعلت ربنا سبحانه وتعالى يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها قال إنها صوامة قوامة صوامة قوامة يعني متعبدة 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 غير الفرائد غير الفرائد إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كيف إحسنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون صلاة الليل مش فرد سنة لكنهم كانوا متقين كانوا محسنين يرجون رحمة ربنا سبحانه وتعالى يرجون فضل الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الله أكبر الله أكبر كل هذه الصفات جمعت في السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها نسأل الله أن تكون هذه الصفات في أخواتنا المسلمات اللهم أمين إنها صوام قوامة بتصوم وتقوم وليس صياما وقياما فقط لا 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 العبادات لابد أن يكون لها أثر يكون لها أثر في الحياة يكون لها أثر في حلو المنطق وهدو إلى الطيب من القول يكون لها أثر في السلوك الإنساني مع جزها مع أولادها مع أبنائها مع مجتمعها لأن المرأة في البيت المسلم هي المحرك الأول المحرك الأول في البيت لتربية الأبناء على الإسلام وهي التي توجه أبنائها على الإسلام اللي بيرب الأبناء زي عمر وأبو بكر وعثمان وعلي وخالد ربما الله عليهم هي الأمهات الأم المسلمة الأم المسلمة الصالحة قال ربنا لجبريل إذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومر هو فليراجعها إنها صوامة قوامة وصيامها وقيامها ده كما لي أثر مهم جدا شوفي ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قبل من هذا العمل قال وهي زوجتك في الجنة هي زوجتك في الجنة سبحان الله زوجتك في الجنة آه بس الأمر مختلف الأمر مختلف الناس في الجنة بيتغيروا بيبقى كل الناس تلتة وتلاتين سنة إنا أنشأناهن إنشاءة فجعلناهن أبكارة عربا أترابة سبحان الله كلهن في سن واحد في جمال عجيب جدا أمال ربنا سبحانه وتعالى بيخلق في الجنة خلق جديد جدا وبيجعل جمال الناس مختلف عن جمال الدنيا ومش كده وبس ده في كل جمعة يذهب الناس لزيارة ربنا سبحانه وتعالى ربنا يجعلنا وإياكم منهم وهم مشيين في الطريق تحثوا ريح من تحت عرش الرحمن تزيدهم جمال فوق الجمال سبعين مرة سبعين مرة والشيء بالشيء يذكر الشيخ عمر عبد الكافي الله يرضى عليه كان حاجة قصة عجيبة كده على أحد الشيوخ قصة عجيبة أوه بيقول شيخ عمال يخطب على المنبر ويقول إيه إن ربنا لما دخل الرجل للجنة فشاف بقى الحور العين وجمالهم وحاجة يعني عظيمة جدا فقيل له أن هناك من هن أعظم من ذلك في أجمل من كده في أحسن من كده في أحسن من كده فماشوا معاه عشان يوصلوا للأحسن من كده فلما فتح لأ مين زوجته بتاعة الدنيا اللي كانت معاه في الدنيا الصوامة القوامة الصابرة العابدة اللي بتتغافل اللي بتعدي اللي بتغفر اللي تثبت اللي بترابط اللي كتفه في كتف جزهة عشان خطر الحياة تستقيم والحياة يعيش حياة سليمة وحياة سديدة يقول فقل فوجد زوجته التي كانت معه في الدنيا فأحد اللي بيسمعه قال له عم الشيخ الحديث ده أنت متأكد منه الحديث ده ضعيف شكله كده ولا إيه فقال له لا الحديث صحيح والشيخ خدها خسريس يعني الحديث صحيح الحديث صحيح لكن الناس على الأمر مهم جدا إن ربنا سبحانه وتعالى بيغير الأشكال ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل ده رقم واحد رقم واحد يعني الصدور هتكون صدور صافية الشكل بيتغير من غير بوتكس ومن غير النفخ والشد والكلام ده خالص ما فيش الكلام ده عند ربنا سبحانه وتعالى بيغير الناس وبيجعلهم يعني زوجة مال عجيب جدا لماذا يا رب؟ لأنها صوامة قوامة قوامة صوامة قوامة وقال له هي زوجتك فين؟ في الجنة زوجتك في الجنة هكذا الصالحين أنا أعرف واحد من الصالحين له ورد هو وزشته على السرير ساعة من يعودوا على السرير كل واحد يمسك سبحته ويعودوا يذكروا ربنا سبحانه وتعالى بأوراد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويعد كل واحد يتسبق مع بعضهم في الذكر وصل على النبي والاستغفار ويقول لها أريد أن أكون أنا وأنتي رفقاء رسول الله في الجنة وطريقنا في ذلك كثر الذكر الله سبحانه وتعالى يكون لنا وقت ولو عشر دقائق قبل النوم نعمل إيه؟ نذكر ربنا سبحانه وتعالى ونتقرب إليه جل في علا السيدة حفصة من أعظم مناقبها رضي الله عنها أنها اختيرت لحفظ نسخة القرآن الأولى المصحف نسخة المصحف الأولى كان عند مين؟ عند السيدة حفصة لما جمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أيدي الناس بعد أمات أكثر القراء وظلت هذه النسخة عند السيدة حفصة إلى عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه إلى أن أخذها عثمان وأمر زيد بن ثابت أن ينسخها بالمصحف اللي هو الرسم العثماني اللي احنا عارفينه ده الرسم العثماني الكتابة دي اسمها الرسم العثماني الرسم العثماني من أيام ما سيدنا عثمان خاد الأوراق من عند مين؟ من عند أمنا أم المؤمن حفصة بنت عمر رضي الله عنه عاشت رضي الله عنها تحيي ليلها عبادة قوامة وتلاوة للقرآن وذكر للرحمن سبحانه وتعالى البيوت اللي فيها امرأة صابرة امرأة ذاكرة امرأة صوامة امرأة قوامة ما أسعد هذا البيت وما أسعد هذا الزوج بهذه المرأة الصالحة وما أسعد الأبناء بهذه الأم الصالحة التي تنشئ رجالا يخشون الله سبحانه وتعالى ويحققون مراد الله في الأرض أن يستظلوا بذل القرآن وأن يتبعوا هدي النبي العدنان وأن يحققوا الخير والنور والعدل في هذه الحياة لأنهم عاشوا على منهج الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت السيدة حفصة رضوان الله عليها عمرا طويلا حتى أدركتها المنية سنة واحد وأربعين بالمدينة عام الجماعة تكلمنا عنه اللي بتاع سيدنا حسن بن علي لما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضوان الله عليهم جميعا فرضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكثر من أمثالها في أمة محمد من أخواتنا المؤمنات الصالحات اللهم آمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته